ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله تحقيق في ظروف وفاة الفقيد وفي هذا الصياق قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان يوم الجمعة إنه توصل بطلب مؤذرة من أسرة الضحية صابر عزوز وهو شاب في العشرينيات من عمره توفي في الساعة الرابعة والنصف من يوم الخميس حينما كان يحاول العبور سباحة من سواحل الفنيضق إلى سبت المحتلة وأوضح المركز الحقوق أن أسرة الفقيد صابر تتهم الحرس المدني الإسباني بقتله بشكل متعمد عبر استعمال العنف غير المشروع تجاه شخص أعزل وسط البحر بعدما ظهرت على ملابسه عند انتشاله وإخراجه جثة أطار بقع دم نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب